وصلت وزارة الداخلية حملتها اليوميا لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 373 قضية تموينية بمضبطات بلغت قرابة 277 طن في مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط ما يقرب من 12 طن سلع غذائية وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البعيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع تمضبط ما يقرب من 175 طن أما في مجال السلاء على السلع المدعومة تمضبط ما يقرب من 89 طن السلع وفي مجال قضايا المخابس تمضبط 604 قضايا من بينها 103 قضايا خبز ناقص الوزن و83 قضية خبز غير مطابق للمؤسفات